بسم الله وكفاوة صلاة وسلام على رسوله الكرام السلام عليكم دائما نسبع في أنوار مع القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلموا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وربنا سبحانه وتعالى وصفكم وهو أصدق الواصفين وهو أعلم بمن خلق لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويعبدون من دون الله أي عبادتهم بوحي سيطانهم كانت لغير الله فكيف يسمحون من العابدين والله إنهم من المسركين من الأفاكين من الظالمين لأنفسهم من الخاسرين أنفسهم وأليهم يوم القيامة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هالأسلام أنتم دلكم عليها إبليس لا تصمي لتب من جوع هي صماء بكما عمياء ليس لها منطق ولا نطق ويوم القيامة ستتبرأ منكم وستنطق على حسابكم العياذ بالله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاؤنا شوف انتم اهل الشهادة الباطلة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني عماو اسمه والله اعدوا تسلم تلوج في حجارة لا تسمي لا تصني من جوع تلوج هي تكون رفضك رفضك ومعينة لك ووكيلة عليك يوم القيامة لا والله لن يكون هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعني لا إله العالم ومن خلق العالم والصيد الأوحد لا أنتم ولا نحن العالم والله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه أي تعالى عن كل نقيص لا هو بغافل وليس هو بظالما وليس هو بما بكاذب وليس هو بمقصر وليس هو بشركة الله واحد جل جلاله وعمنا وآله قل أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى هو أعلى مرتبا مما تنصفون هو أعلى مما تظنون سبحانه وتعالى عما يشركون واشتركوا ظلم عظيم وهو قاسم يدعى ظهركم في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم